السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي في قناة المشاهدة وطيرها النهاردة باذن الله هنعمل خلطة البط جميلة جدا جدا وموفرة في استهلاك الاعلف بتاعتنا طبعا الفيديو بتاعين بارح اللي احنا نزلناه كنا مغيرين في نسبة العلف من 23% ل 21% مع كمان تبديل الريش بتاع البط والوز النهاردة باذن الله هنعمل خلطة بسيطة جدا جدا وغير مكلفة بالمرة عايز اقولك لو انت اول مرة تشوفي القناة يا ري تنزي تشترك فيها واتفعل الجرس وما تنسيش تحطيرك للفيديو كدعم منك لبقراركم جزاك الله كل الخير طبعا احنا متعودين ان البط طبعا اول ما بنبتدي ان احنا نغير له العلف بتاعه من 23% ال 21% ممكن ان احنا ندخله اي خلطات بسيطة من البيت زي ايه زي العيش والرز تمام كده ما بندخلش طبعا بيكون عمر البط بتاعنا اقل حاجة 3 اسابيع او 25 يوم علشان تقدري ان انت تبدأي تدخلي اي مواد من اللي هي بتاعت البيت معاك اي بواقع عندك بقى عندك مثلا شوية رز عندك حبك مكارونا عندك شوية عيش ما فيش اي مشكلة ان انت تدخلي الحاجات دي كلها لطبعا البط بتاعك ده هيوفر معاك في التكلفة بتاعت العلف وكمان ان انت لما تيجي تحطي العلف مش هيبقى العلف صافي عندك مرحلتين تقدر ان انت تعمليهم في المرحلة دي ازاي ان انت اول ما البط يبدأ يريش معاك وتبدأ ان ان تتغيري العلف بتاعه من 23 الواحد وعشرين عندك طريقتين ان ان انت تعليف بهم البط اول واحدة طبعا كتير جدا بيفضلها اللي هي ان ان انت تأكلها علف صافي من اول يوم لحد ما يقفل معاك شهرين ويكمل بقية طلوع الريش بتاعه تاني حاجة طبعا معانا اللي هي ان انت تحطي خلطات طبعا زي مثلا العيش او الرز على العلف انا هنا زي ما انتوا شايفين يعني بلد كده رغفين او 3 رغفة من العيش مش اكتر من كده ما بزودش بصراحة علشان نسبب بس العلف معايا تزبط وكمان البط التاعي برضو ويأكل ويشبع وفي نفس الوقت يكون في فايدة يعني ما يكونش الاكل كده وخلاص تمام؟ هنا طبعا بلينا العيش وبعد كده حطناه وحطنا عليه نسبة من العلف ال 21% طبعا العلف اللي انت بتستعمله بيكون علف صبر بلاش العلف الشعبي لانه بيبقى جواه نسب السمو وعشان كمان يجيب معاك نتيجة سريعة وتلاقي البط يحاول معاك بسرعة بدون مجهور وبدون تكلفة عشان ما تفضليش طبعا لان اعاوز اقول لكم كله نوع علف يا جماعة في منه اللي هو اللي هو العلف الشعبي وفي منه السوبر فلما تيجي تشتري حتى في العلف 23% هاتي العلف السوبر ما تجيبيش الشعبي تمام كده ليه بقى لان الشعبي طبعا في نسبة السموم شوية عن دوت وكمان التحويل بيكون اضعف من العلف السوبر فعشان كده طبعا لما بنزل دور البط على القناة او اي حاجة فطبعا بننبه المشاهدين او الناس اللي هي مثلا بتربي او ان هي مقبلة على التربية ان انت ما تربيش بعلف اقل من السوبر علشان طبعا ده بيكون اقوى شوية وفي نفس الوقت السموم بتاعته بتبقى قليلة وفي نفس الوقت الفيتامينات والحاجات اللي بتبقى جواه برضو بتكون كويسة جدا طبعا هنا البط بتاعنا يعني داخل هوت تقريبا كده على الثلاث اسابيع فماشاء الله اللهم باركوا برضو الوز بتاعنا هو بسم الله ما شاء الله لو انتوا لاحظتوا هتلاقيوا الوز بدأت الاجنحة بتاعته ان هي تطلع بس طبعا يعني عاوز اقولكم ان هو كان داخل في حلة الطبق في الحلة كده بتاعته المية عشان كان بيستحمى فكان كله مبلول هنا طبعا زي ما انتوا شايفين برضو البط هتلاقيوا الاجنحة بتاعته بدأت تطلع والديل برضو بتاعه يطلع ما فيش اي مشكلة ده طبعا اهم مرحلة في تربية البط عشان تحافظ عليه وعشان برضو في نفس الوقت ان هو ما يحصلوش لا تساقط او اي حاجة وما ينفعش برضو في المرحلة دي ان انت تمنع علف نهائية اقل حاجة تأكل البط معاك شهرين تمام طبعا احنا عارفين ان النوع البط دول بيقعد خمسة وستين اي خمسة وستين يوم وبعد كده بتبدأ ان ان انت تتباح منه يعني تقريبا الشهرين تمام كده فما ينفعش ان ان انت تقللي نسبة العرف بتاعته لان هي اصلا دورته بسيطة وفي نفس الوقت برضو الدورة بتاعته مهاش كبيرة يعني مش هيحتاج معاك ثلاث شهور او اربع شهور علشان ان انت تعود تربي به لا هو هيعب معاك خمسة وستين يوم وفي ناس كمان بتتباحوا على شهرين وعلى خمسة واربعين يوم تمام كده ممكن تتباح منه كمان على خمسين يوم فطبعا كل ده طبعا بيرجع لمجهودك انت والتكلفة او الاكل اللي انت بتاكلهله تمام طبيعي جدا احنا عارفين ان البط الجعجاع او البط اللي هو البيور من الحاجات اللي هي ممكن تاكل اي حاجة اول حاجة اكلها كتير جدا يعني هو بيكون نسبة علف وبيكون نسبة اكل كتيره تمام تاني حاجة ان هو برضو بيشد بيسحب من العلف كتير يعني ممكن انت لو انت هتاكل علف صافي هيسحب منك يعني كنسبة علف هيسحب منك كتير لو انت بيتاكل علف صافي علشان كده طبعا كتير جدا منكو بيقول لي احنا عاوزين خلاطات موفرة مع العلف وفي ناس كتير جدا عاوزة تربي بدون اعلف خالص فاحنا عملنا قزة طريقة على القناة بالعلف وبدون علف وبنسبة بسيطة من العلف على الاكل بتاع البط تمام كده طبعا حاجات ده كلها كويسة جدا 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 بس انا بنصحكم طبعا ان انتو لو انتو هتربوا دور البط على الاقل يعني بلاش ان انتو تقطروا في الكمية يعني حاولوا مثلا من خمسة عشر بطات يخلاصوا ممكن تبدأ ان انت تجيب غيرهم غير كده كمان علشان برضو ميكلفش معاك نسبة علف كتيرة تمام كده وكمان برضو ان انت برضو هتستهلكيله يعني اول شعر هتستهلكيله العلف 23 فى المية بعد كده هتبدأ ان انت تغير العلف بتاعك من بعد اليوم الخمسة وعشرين لعلف واحد وعشرين فى المية وده طبعا طبعا العلف الواحد وعشرين فى المية ده بيكون علف تسميني يعني بيسمين معاك البط على طول ماشاء الله بيخلي البط برضو بيشيل معاك اوزان طبعا برضو فى الفترة دى متهمليش الاملاح المعدنية متهمليش الفيتامين الكلسم الحاجات دى ضرورية جدا وكمان عاوز اقولكو الشمس الشمس برضو من العوامل الكويسة جدا للبط اللى بتخلى البط برضو ماشاء الله يشيل يعني يبقى كويس مايحصلوش حالة كساح مايحصلوش حالة افتراسات الافتراسات بتيجى دايما من الاسهالات الشديدة يعني وانت بترب البط لازم برضو تكونو اغدبالك من الحاجة اللى انت بتربيها عشان لو في عندها اسهالات في عندها اي حاجة تقدر ان انت تعالجيها بدري مايحصلش مضعفات عندهم وبعد كده ترجعي تعيدي من البداية خالص التربية بتاعته لان طبعا البط اول ما بيسقط ريش وعاوزة كمان يعني انبهكو البط لما بيسقط ريش بتبدأ ان انت تعالفي فيه من اول وجديد يعني كأنك بتبتدي من عمر اليوم هو بيبقى كبير قدامك وكل حاجة بس بيبقى طبعا محتاج اللى انت عملته معامل بداية ان انت تعمله من اول وجديد بيحتاج فيتامين بيحتاج املاح بيحتاج كالسم بيحتاج كمان نسبة علف صافية يعني لو انت كنت بتأكلي نسبة علف عليها نسبة من الاكل لا فانت كده هتضطر ان انت تأكلي نسبة علف صافية علشان البط يطلع له ريش تاني ويبدأ ان هو يقفل معك ريش من اول وجديد فعشان كده ما تهملوش في المرحلة بتاع التقفيل الرش دية لان دي اصعب مرحلة بتعدي على البط تمام فعلشان طبعا يقفل معك ريش بسرعة وكمان ما يحصلوش اي مضاعفات وعلى فكرة ما تفرحيش بالبط اللى بتقفل ريش بسرعة لان البط اللى بتقفل ريش معاك بسرعة دية بتبقى شايلة ريش على الفاضي يعني ما تيجي تشيلها كده من على الارض بتلاقيها خفيفة انما البط اللى بتتأخذ شوية في تقفيل الرش بتاعها ما شاء الله بتلاقي الوزن بتاعها بيكون كويس وبتكون معاك تقيلة في الوزن فما تفرحوش ان البط طلع له بقى ريش وكده وقفل معاك ريش بسرعة لأ افرحي لما يقفل في الوقت بتاعه المناسب يعني لما يعدي معاك الشهرين يقفل معاك ريش طبعا البط اللى بيادة كله يا جماعة انتوا عارفين ان هو زي ما قلت لكم الدورة بتاعته صغيرة فما شاء الله اللهم بارك ده يعني بيقافي ريش بسرعة بياكل يعني لو انت حططيله طول النهار علف هيكل مش هيقلك لا هيكل كل حاجة بسم الله ما شاء الله لو حططيله برضو هرس بيت موجودة عندك يعني اي حاجة بتطلع معاك من المطبخ بس بصراحة مش كل حاجة احنا بنحطها يعني نحط عيش وبنحط رز